يامساء الورد ولياسمين على حبيب في كل مكان أو صباح الورد على حسب التوقيت اللي بتتابعوني فيه النهاردة هنعمل الخبز البربري الخبز البربري ده بيدخل في كل الأكلات ينفع ناكل به أي حاجة فهنعمله بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة مبيخدش ساعتين زمن ويكون خالصة يلا نبتدي الوصفة انا هخبز كيلو ديق عندي حوالي أربع كوبايات مية عليهم معلقة سكر رشة ملح معلقة أو نصف خميرة فورية وتلت كوبايات زيت زتون أو لو حابين تحطوا أي زيت موجود عندكم في البيت اتسوكا باخد كل المجادير وانزلهم في المية واجلبهم كويس خالص وبعد كده هنزل بهم عالديق انا عايزة العجين يكون طري خالص يعني اتجل شوية من لجمة الجادة بس العجن ما بياخدش يعني دقيقتين زمن علشان انه مش محتاج ان انا اعمله عرق ولا اي حاجة فانا ما بياخدش دقيقتين ويكون خالصة بزود المية شوية بشوية لحد موصل للقوامل اللي انا عايزة ده القوامل المطلوب شايفين طري خالص بس 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 بهم يختم رساعة ونرجع نشكلهم بعد ساعة احضر الصوان اللي انا استخدمها بدهنها الزيت كويس خالص علشان بس انه العجين بتاعتنا طريق متلسأش في الصوان لو حابين تستخدم وراء الزبدة اتس اوكيه بس برضو هندهنها الزيت هنا عندي العجين بعد ما اختمر بالشكل اللي هتشوفو ده بالشكل ده هنبدأ نشكلهم انا كل الكمية دي هعملهم على ثلاث ارغيفة لو حابين الصغر والرغيف يعني عن كده مفيش مشكلة خالص بس انا حبيت ان انا عملهم بالمجاس اللي هم بيعملوه في البربر الطريقة دي انا واخداها من واحدة من البربر يعني من سكان البربر فهي اكتر واحدة تعرف اكتر من الفيديوهات اللي احنا بنشوفها بس هنا بعد ما قطعت العيش دهنت ايدي بالزيت وهشكل العيش بيبقى شكل اللي هو مستطيل وبيكون العلو بتاعه حوالي صندق بعد ما فرضت العيش وصلت للسمك اللي احنا عاوزينه بشكلهم بايدي بالشكل ده بضغطهم التحل علشان ما يدخلش الفرن وينفخ معايا احنا مش عايزينه ينفخ بعد كده انا بداخلهم الفرن فرن سخنة درجة حرارة عالية بياخدوا حوالي تلت ساعة بياخدوا تلت ساعة وبعد كده بشغللهم الشواية ياخدوا اللون وطلحهم مش اسيبهم يختمروا تاني هم اختمروا مرة خلاص لكن دلوقت بعد ما نشكلت ما دخلهم الفرن على طول هنا رشت لهم شوية سمسم بيدي طعم حلو خالص في العيش واد الرغيفة التالت انا دلوقت مشغلة الفرن هدخلهم الفرن على طول العيش ده في ناس بتقول عليه هناك كمان اسمه عيش الطنور بيعملوه في الطنور بس الست اللي انا اخدت منها الطريقة هي عملته في الفرن وده كان يعني الاسهل بالنسبة لي علشان انا ما عنديش طنور فانا عملته في الفرن هنا دخلت الصواني بعد خمس ازاي ببدل الصواني اللي فوق تحت واللي تحت فوق علشان ياخدوا نفس التسوية ونفس اللون هنا بعد ما كنت شغلت عليهم الشواية يعني دقيقة واحدة وطلعتم بالشكل ده اه العيش طحفة اتمنى الكل يجربها ويا ريت اللي يجربها يعرفني في الكومنتات وان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد سيو باي باي